أنا وعمر خيرت كنا عايزين ننزل مصر مرة معناش روس سطحنا فوق قطر أنا بقول لك عن المغابرات كلها طبع شعرنا طويل بقى 67 يعني ببداية الهيبيز ما اتدوا يظهروا ولابسين طبعا جين زاد ما كانش معروف ايامية أنا كنت لابس تي شرت احمر مش حاسق في حياتي وشاين بقى الجيتارات كده ومنجر ورانا انتوا يفرد بتاعاتنا ونازلين من كل من كانوا القطر مش فاكر والناس شوفونا قالوا يهو دولات كلبهم لازم يبهو دولات حالة ورح مجرين ورانا انتوا كنتوا بتتسطحوا على القطر يساوي الله كده تتسطحوا على القطر ده حصل يا فندم لان احنا لما سنة سبعة وستين عملنا الفرقة دي اهلين قالوا اننا عايزين تلعبوا ما زي كتفضروا ستين ده يروحوا بس مش هتخدوا مننا ولا نكلة رحنا اسكندرية واحنا معناش ولا نكلة فعلا وعنينا الأمرين لكن كنا مصممين ان احنا نثبت وجودنا وان احنا نتغلب على اللي كنا حاسين وساعتا ان احنا تهزمنا لا احنا ما تهزمناش ولا حاجة احنا بنعمل فرقة وبنغني وبننشر بين الشباب وبنعمل مزيكة بتقاوم بالفن يعني كان في حالة احباط اه ولكن بتقاوم بالفن بالزبط يا فن بالزبط والحد ده ما كانتش معاكم في الوزي يعني الاحوال المادية كانت زفت خلينا اخد الدكتور عزة تبعوف شوية في الحالة الانسانية والعاطفية يعني يعني هنا بعض ممكن يتعامل مع الدكتور عزة تبعوف على انه يعني حالة يعني هو نموذج حتى للحب والحياة التي لا تتوقف وانه الحياة ستستمر دايما بشكل جميل ومهما كانت المتعب بس فيه تفاعل ربما الدكتور عزة تبعوف الوحيد هنا مثلا اللي بيحتفظ بالحالة العاطفية مع زوجته الراحلة الى حد انك تضع صورا لها في كل ارجاء المنزل ومع ذلك لان الحياة تستمر فتزوج حتى الدكتور عزة ابو عوف هنا البعض يمكن ان يجد تناقضا ولا مفيش تناقض لا ما اعتقدش انه في ريحة التناقض في الموضوع ده لسبب بسيط جدا انا شايفين الصور او بس قبل ما حداك تتكلم هنا ايه ده جبتوها ازاي الصور دي مزبوط مزبوط ده صورت فرحي فعلا ايه صورتي مع بنتي وده مع ولادي انا فاطيمة كانت بالنسبة لي هي كل دنيتي لان انا تعرفت عليها وانا عندها 15 سنة وانا كان عندي 19 سنة فهي اللي بتريت معها كل حاجة يعني 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 عشت معها في كل حاجة وهي صراحة كانت مش عشان هي توفت دلوقتي لكن هي كانت ملاك فعلا انزل من السماء لانها استحملت انا صعب جدا العشرة بتاعتي صراحة صعب جدا ليه بقى يا دكتور مودي اوي وامزجتي متغيرة متقلب المزاجة اه طبعا ومش كل حاجة تبسطني وحاجات صغيرة اوي اوي ممكن تنرفزني او تزعلني او فمش سهل ان انا صراحة فهي كتت مستحملة كل ده بصدر راحب عمرها مشتكت عمرها احنا عيشنا مع بعض 37 سنة اه يعني مع عمر انت بتقوله انت عندك 19 سنة وهي 15 سنة وهي 15 سنة بس الزواج تم في الزواج تم انا كنت عندي 23 مثلا ونفس الفتاة خمس سنين يعني حياء عمر يعني حتى من بدايات الشباب او بالزبط تعالى وبعدين جبنا كمال وماريام وطبعا دول بيبقوا التاج بقى اللي بتحط على دماغك بعد كده وكنت اوي اه زي ما بيقولوا بيتوتي وحاجات من يعني كانت فاتيمة كانت محور حياتي كله من اقول الاخر وما كنتش حاط السيناريو ده بيني وبين حضرتك ما كنتش حاطت في حسابي طبع الاعمار بيد الله لكن ما كنتش حسابي يعني سنيا انا مفروض اروح الاول مش هي ربنا يدي لك الصحة وده قضاء الله سبحانه وتعالى ما اوه ده قضاء الله سبحانه وتعالى فما كنتش عامل حسابي عشان كده من هنا كانت الصدمة وكانت صدمة جمدة اوي 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 لدرجة ان دخلت مسحة يعني دخلت مسحة امراض عصبية مثلا دخلت مسحة بعد الوفاة بعد الوفاة بعد وفاتها امراض عصبية اما مش مسحة واحدة يمكن اتنين تلاتة وده كثرة صحابي يعني اموا بالوجب وزيادة الصراحة معايا في الحكاية دي يعني كانت بتجيلك بعض التشنجات العصبية اه طبعا اتاكس وبانك خوف وعدم ثقة بالنفس وعدم ثقة بالحياة وعدم ثقة بالناس كانت فترة سخيفة الصراحة بيني وبين حضرتك اوي 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 تخيلش ادي ايه بدرجة ان اصرت في حاجة اسمها في الطيب سايكو سوماتيك اللي هو التأثير النفسي الجسدي انا عملت عملية قلب يعني بعديها بعد ما راحت بالتلات سنين لقيت عندي الشريان مسدود واستشفته عن طريق الصدفة برغم ما كانش فيه اي علامات على ان اي حاجة مصاب بيها انا بقى لعب تنس وبجري وباليف في التراك وما فيش حاجة خالص لكن لما عملت الاختبارات قالوا لي لازم تعمل عملية وعملتها فكانت الفترة ما بين 2012 و2015 دي فترة مش لطيفة ابدا بتعتبرها من اسوأ سنوات الحياة بالنسبة لك بالزبط كده حاجة بالزبط بالزبط المعاناوي وهنا حتى اثر فيك صحيا طيب في السؤال اللي انا بقوله البعض ممكن يقولك وفقا لهذا الكلام يعني اذا كان الدكتور عزة ابعوف يعني يعتز جدا بهذا الحب وبهذه المسيرة فالبعض يقولك ايه اصلا ما ينفعش تجوز بعدها طبعا ده سؤال انك الحياة يعني تقدم نموزجا لفكرة الحياة تستمر والحب كمان يمكن ان يستمر طبعا بدليل المشهد اللي انا شايفه بالاضافة الى كمان انك تزوجت بعد ذلك ما حصلش اي تناقض يعني اهύ اولا حررتك على شئ انا لو اخترتها انا هاد من تكون زوجتي التانى اميرا واحدة انا كنت اعايش معها قبل كده هي كانت السايلست بتاعتي مسؤوله عن الشعري والمكياج بتاعي والشكل ولبسي وا 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 ما احنا شايفانه في الصورة معك ايوا يبدل اندا في المهرجان السينما التي كنت في الجونة وكانت مديرة أعمالي وكل حاجة بالنسبة لي كانت حياتي كلها طوي طبيعي زي ما كان فيه مخولة مشهورة أوي اللي عايز يكلم عايزة يتكلم أميرة عشان يعرف يوصل لأعيزة كل اللي في الوسط يعلمين كل اللي في الوسط حتى اللي بيتفقوا معي على الشيء حتى اللي عايزيني في حاجة فأنا لما اتجوزت ما اتجوزتش أي حد اتجوزت حد خبرته وشفته وعشرته وحبيته كمان على مدى حاجة وعشرين سنة فمش مثلا رحت بقى بعد ما فاتيمة راحت رحت بقى دور على بنت صغيرة ولا ستغنية ولا أعمل لا أنا اخترت الشخص اللي ممكن انه يساعدني أكمل حياة بالذات بعد إصابتي بالأمراض اللي أنا أصبت بيها دي من 2012 إلى 2015 كان لازم حد مخلص جدا مخلص جدا جدا ياخد باله مني ويرعيني لأن أنا كنت في وقت مش قادر أعمل كده لنفسي فبيني وبينك أنا لما قلت لها الحكاية دي البنت تسرعت ما كانش تصدق نفسها أبدا أنا في يوم الأيام لأن عمرنا ما فكرنا عمرنا لنا ولا هي آه يعني لما إنت اللي فاجئتها وقلت لها يلا نتجوز أيوة دا حصل فعلا إيه رأيك إيه رأيك لو نتجوز فضلت سكتة وبصلي وما بتردش علي خالص هيا يا بنتي ما تردي علي يا أوليلي ما بتردش يا بنتي لازم أبقى أعارف علشان فين وفين مشينا وتفضينا كنا في الشغل ساعتها آه رجعت قالتلي أنت بتكلم بجد قلت لها أه بتكلم بجد قلت لها أه قلت لها أه عايز أتجوز قلت لها ليه قلت لها عشان كذا كذا الكلام اللي قلت لحضرتك دلوقتي توافق هو الفرق السن بيني وبينها مش قليل أوي فرق السن الجيد فقلت لها توافق قلت لها أوافق طبعا أوافق وأنا طول عمري أنت محور اهتمامي ولا أنا بأخذ بالي منك وبأخذ بالي من تصرفاتك وفعلا كنت بتعمل كده وفعلا كنت بتدفع عني وفعلا كنت بتحميني من مواقف كتير أوي كنت روح فيها في ستين داية قبل كده قبل ما فكرة ما كانش فيه فكرة لا جواز ولا رجله ستة حتى كنا اتنين صحاب فهلا لكن حارتك بعد ما ده حصل وبعدين ده ما وقفش أبدا حبي الفاطيمة ولا يمكن يوقف حب العين ما هو ده بقى السؤال يعني هنا لما لا يتوقف الحب الكبير في حياتك وهي عارفة كده وأنا لغاية دلوقتي زي محارتك قلت السؤال فاطيمة موجودة في كل البيت وهي عمرها ما اتضيقت من ده وفهمة متفاهمة ده تماما وهو عارفة إن ده جزء بالحاجة أنا عايزها فعمرها لا اعترضت ولا قالت ولا ذكرت ولا بيينتلي حتى حالة نموذجية نكملها معكم بعد الفاصل كيف تجمع بين الحب الكبير بكل ملامح الوفاء والإخلاص وبين أن الحياة تستمر ويولد حب جديد بعد الفاصل